السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير طلاب الصف الرابع الابتدائي النهاردة يا ولاد هنبدأ مع بعض اول فيديوهات المراجعة النهائية للترم الاول هنحل مع بعض من كراسة المعاصر النهاردة هنحل مع بعض محافظتين القاهرة والجيزة كذو معايا في كل كلمة هدتقال مش عايز اقول لكم قد ايه حل الامتحانات مهم جدا 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 في الفترة دي لازم عينيك تشوف امتحانات كتير لازم تتدرب وتحل امتحانات كتير عشان كده انا بدأت معاكم اهو بدري علشان نحل مع بعض ان شاء الله بإذن الله الامتحانات هل ده معناه انا مش هنزل الحل على البيج لا طبعا الحل ان شاء الله هينزل زي ما انتم متعودين معايا كل سبب بإذن الله بإذن الله يعني هننزله على البيج بس طبعا انا بنزل الفيديوهات على اساس ان في طلبة بتبقى عايزة تسمع طريقة الشرح او ازاي افكر صح او ازاي اجاوب على السؤال في فيديو مش مجرد بس ايه بالكتابة كده ومعايا الفيديو للاخر وان شاء الله بإذن الله هتستفيدوا كويس جدا جدا يلا بقى بينا علشان ما نطورش في الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول سؤال معايا ياولاد بيبقى سؤال الاستماع او المعلم يعني بيقول لك نص استماع انت بتسمعه كويس جدا جدا وبعد كتب تبدأ تقرأ الاربع اسئلة دول الجملة اللي انت سمعتها هتعمل جنبها تي تي اللي هي true والجملة لو انت ما سمعتهاش لا خلاص بقى في الحالة دي هتعمل ايه false نصيحة لازم تقرأ الاربع جمل دول الاول قبل ما تسمع نص الاستماع عشان تبقى عارف اللي انت هتسمعه تبقى مهيق نفسك انت هتسمع ايه خلاص يبقى لازم ياولاد نقرأ الاربع اسئلة دول قبل ما نسمع نص الاستماع انا مش هحل معاكم نص الاستماع لانه هو سهل جدا بس طبعا ده مش معناه ان انت ما تجاوبوش لا طبعا لازم تخلي عندك حد في البيت كبير يقرأ لك نص الاستماع وانت تبدأ تقرأ الجمل ويتعمل علامة صحة او غلط يعني true او false وتتأكد من ان اجابتك صح وارد جدا يجي لك نص الاستماع من جو المنهج زي نص الاستماع ياولاد ده اللي هو موجود عندنا في محافظة القاهرة النص ده احنا already عندنا درسناه يعني بص كده بيقول لك ايه يعني غزال الريم يبدو جميل جدا اطبعا true بيعيشوا في الصحراء الكبرى اطبعا true عندهم قرون طويلة اطبعا true الفرو بتاعهم لونه اغنق لا طبعا غلط فانت ممكن نص الاستماع ده يجي لك من جو المنهج تقدر تحل الجمل دي حتى من غير ما تسمع نص الاستماع وممكن يجي لك من بره المنهج بس طبعا في كلتا الحالتين لازم تدرب ودانك على الاستماع بس زي ما قلت لكم انا مش هحله معاكم علشان انجز معاكم واحل معاكم اكبر قدر من الاسئلة يلا بقى بينا نبدأ في السؤال التاني وهو سؤال choose the correct answer number one بيقول لي the mail carrier ساعي البريد delivers بيوصل بيوصل ايه الجاربج القمامة الكهرباء parcels الطرود ولا pipes المواسير لا طبعا parcels الطرود number two the emperor الامبراطور lives in يعيش في بيعيش في مستشفى hospital ولا school مدرسة ولا tent خيمة ولا palace اكيد طبعا palace اصر number three the bear is a than the pelican اول ما تشوف كلمة than في الجملة اعرف على طول ان دي مقارنة comparative بقارن بين الدب والبلكن البجعة طيب اعمل ايه يعني يتيت شار قدامك حاجة من اتنين لو الصفة دي قصيرة هتختار الصفة اللي متضف لها er stronger than taller than bigger than ولو الصفة دي طويلة مش هتلاقي بقى er هتلاقي البديل بتاع er اللي هي كلمة more حتى more فيها برضو er more والصفة بقى اقولك more dangerous more beautiful more مثلا important يبقى احنا ياولاد اول ما نشوف كلمة than ادور على حاجة من اتنين يئما صفة قصيرة متضف لها er يئما صفة طويلة وفي الحالة دي مش هيبقى فيها er هيبقى قبليها more المعلومة دي مهمة جدا جدا خلي بالكم منها number four this mechanic يعني الميكانيكي ده نقط fixing the car طبعا الميكانيكي ياولاد مفرد المفرد هياخد ايه is is بتاخد المفرد الهي والشي والإت والاسم المفرد او السنجلر ناوين كل دول بياخدوا is ينفع are لقى الار دي بتاعت الجامعة they are we are you are احمد ان مونا are the mechanics are the engineers are the doctors are اي اسم جامعة اخد معا ار طب الام لا الام بتيجي مع الاي وبس i am طب الور الور دي ماضي plus كمان ان الور دي بتاعت الجامعة يعني بيجي معاها اسم جامعة we mechanic اسم ايه مفرد يبقى السؤال التالي بيقول لي read and complete the text with the words in the box اقرأ التكست او النص ده واختار الكلمات اللي هي عندك جوه البوكس ده ميديك كلمة wet وpract we electricity we lightning مهم جدا تبقى عارف معاني الكلمات دي كلمة wet يعني مبلل practiced يعني تدربة practice يا ولاد معناها يتدرب ودي الماضي منها اتدربة electricity الكهرباء lightning اللي هو البر my sister اختي is an electrician كهربائية she studied هي درست and practiced with the rabbit for لمدة 3 years 3 years 3 سنوات before before قبل she became ما تصبح an electrician كهربائية she knows هي تعرف how to work safely ازاي تتعامل بامان with electricity مع الكهرباء to use to use علشان تستخدم electricity الكهرباء safely بامان never touch ابدا لا تلمس anything electrical اي حاجة كهربية with wet hands وإيدك مبلولة السؤال الرابع هو سؤال match توصيل بيقول لي camels can live يعني الجمال تستطيع ان تعيش ايه اكيد طبعا هقول without بدون water for a long time لمدة طويلة لوقت طويل خلي بالكم يا ولاد في سؤال match بعد ما تحل السؤال اقرأ الجملة دي مع الجملة دي وشوفهم ماشيين مع بعض ولا لا camels can live without water for a long time يعني الجمال تقدر تعيش بدون مية لمدة طويلة او لوقت طويل ايوة معنى الجملة ماشي يبقى انا كده اجابتي صح يبقى ضروري جدا يا ولاد بعد ما نحل سؤال الماتش اترجم الجملتين مع بعض they هم used استخدموا rain water مياه الامطار to water علشان يسقوا the seeds البذور تتشر هنا water مش جاية بمعنى مياه لا طبعا طالنا جاية بعد تو تو دي بيجي وراها فعل في المصدر فوطر هنا جاية بمعنى يسقي او يرول number three domya ra is دميات تكون famous for مشهورة بي مهمة جدا famous for مشهور ب domyati cheese الجبنة الدمياتي number four the garbage collectors جامعي القمامة take away يتخلصوا من take away يتخلصوا من our garbage القمامة بتاعتنا مكاملين يا ولاد مع بعض محافظ القاهرة page 50 صفحة 50 من كراسة المعصر بقى عندي سؤال التاكست يا ولاد اللي بيبقى عليه اسئلة ولازم التاكست تتقري مش عايزة بقى ايه تعمل زي الطلبة اللي بتاخد لي كده الاسئلة وتاخد الايه الاجابة بالشكل كده من الفقرة لا لازم تقرأ التاكست والترجمها my name is may اسمي may my father بابايا is a fisher man صياد سمك he works هو يعمل in the fishing industry يعني صناعة صيد الاسماك او القطاع بتاع صيد الاسماك he wakes up هو يستيقظ لما تلاقي كلمة كده تحتيها شرطة اعرف على طول ان هو هيسألك عليها تحت ممكن توقف وتنزل تحلل اجابة بتاعت السؤال ده عادي جدا the underlined phrase يعني الجملة دي اللي هي wakes up means تعني كلمة مين مهمة جدا تعني ايه يعني كلمة wake up يستيقظ دي معناها ايه اكيد طبعا معناها gets up يستيقظ لتنين دول يا ولاد معناهما يستيقظ طيب نكمل هو بيستيقظ very early بدري جدا and goes out on خلنا التعبير ده go out on معناها يذهب على متن his boat القارب بتاعه ليطره to catch fish علشان يصطاد سمك then بعد كده in the afternoon بعد الظهر he comes back هو بيرجع and sells his fish وبيبيع السمك بتاعه my uncle عمي is a farmer فلاح أو مزارع he works in هو يعمل في the farming industry يعني صناعة الزراعة أو القطاع بتاع الزراعة he looks after هو يعتني ب the trees بيز الأشجار and gives them وبيعطيهم أو بيديهم water and nutrients وعناصر غذائية my brother أخويا is a librarian مين مكتبة he works in هو يعمل في a school library مكتبت المدرسة he looks after هو يعتني ب all the books كل الكتب طيب أول سؤال عندي هو سؤال اختيارات بيقول لي إيه the text is about النص ده بيتكلم عن إيه transportation وسائل النقل fruits الفكهة water المية ولا jobs الوظائف أكيد طبعا jobs number two the underlined phrase كلمة wake up حلناها من شوية وقلنا معناها إيه get's up يستيقظ number three who is a librarian كلمة هو يا ولاد معناها من خلي بالكم السؤال لازم يترجم إنك لو معرفت تشتترجمه للأسف مش هتعرف تجاوب عليه خالص فهو معناها من مين أمين المكتبة who is a librarian هنلاقيها فوقها يا ولاد هو بيشتغل في مكتبة المدرسة وهو بيعتني بكل الكتب هو ده a librarian أو أمين المكتبة طيب number four بيقول لي what does a farmer do الفارمر يا ولاد بيعمل إيه what ما أو ماذا بيعمل إيه فقلت he looks after هو بيعتني ب the trees الأشجار and gives them وبيديهم water هل أمين المكتبة مياه and nutrients عناصر غذائية سؤال reorder number six بيقول لي ابدأ بكلمة I طبعا انتو عارفين يا ولاد ان الفاعل هيجي وراه الفعل فين الفاعل ها أو think اعتقد انا اعتقد اعتقد ايها اوعى تتصرع وتقولي سبايدرز العناكب مالها دور بقى على الفعل متعاونة ابدأ بكلمة نبات البردي ده الفاعل دور على الفعل فين الفعل اهوية تيتشار يكون نبات البردي يكون يكون ايها نبات خاص جدا نبات خاص جدا طيب نمبر سري بيقول لي ابدأ بكلمة وط قادات الاستفهام انتو عارفين هيجي وراها الفاعل المساعد اللي هو دو وبعد كده الفاعل او السوبجيكت اللي هو فارمرز بس تخليك بقى قوي الملاحظة لو قلت فارمرز دلوقتي وبعد كده حطت الفعل هتيجي عند كلمة ايجيبشن مش هتلاقي لها مكان فايجيبشن حطها قبل فارمرز يبقى ايجيبشن فارمرز الفلاحون المصريون produce بيوندكو وياخر سؤال عندي سؤال البنكتويت من الاسئلة اللي لازم تضمن درجتها اول حرف في الجملة لازم يبقى كابيتل هنا الاي هتبقى كابيتل وياخر الجملة هتحط كوثشن مارك علامة استفهام لان ده سؤال اشارة فيك يا تيتشر لان ار معناها هل اي فعل مساعد ياولاد في اول سؤال بيبقى معناها هل الام والإز والار والوز والوار والدو 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 والدد والهاف والهاز والهاد والافعال الناقصة كل دول في اول سؤال معناهم هل فطالما معناهم هل يبقى ده سؤال نحط كوثشن مارك ماينفعش خالص احط فلسطوب او نقط فلازم احط علامة استفهام خلي بالك انك لازم تكتب الجملة كاملة والحرف اللي انت عملته كابيتل او عملت فيه اي تغير لازم تحط تحتي كده اي شرطتين السؤال برضو الترتيب ياولاد لازم نكتب الجملة كلها انا بس عامل كده ارقام عشان وقت الفيديو لكن انت في الامتحان لازم تكتب الجملة كاملة طيب تعالوا بقى نشوف محافظة الجيزة صفحة 51 من كراسة المعاصر لو لست ما دستش على اللايك يلا يا بطل دست دلوقتي على اللايك وتعالا بينا نكمل الفيديو هنبدأ بسؤال بيقول لي يعيش في البحر البحيرة ولا الديزرط لا طبعا التعلب بيعيش في الصحراء in the desert نمبر 2 فارمرز المزارعون او الفلاحون like spiders بيحبوا العناكب because they eat علشان هم بيأكلوا ايها fruits فاكهة birds طيور crops محاصيل ولا insects لا طبعا insects عشرات نمبر 3 my house منزلي is a the hospital and the park اول ما تلاقي بعد النقط حاجة وحاجة المستشفى بقى والحديقة الباب والشباك شجرتين كرسيين حكتين هاد اختار حرف جر between لان between يا ولاد معناها بين يبقى منزلي بين المستشفى والحديقة نمبر 4 I think انا اعتقد انا اعتقد القطط or تكون a than dogs قلناها من شوية اول ملائي than يبقى انت هتدور على حاجتين ياما صفة قصيرة متضف لها er ياما صفة طويلة وقبلها more فبالتالي هاختر ايه nicer than dogs يعني انا اعتقد ان القطط الطف من الكلاب السؤال التالت read and complete the text with the words in the box ميديك كلمة sales يبيع وميديك كلمة fruit فكهة وفاكتوري مصنع ويسكول مدرسة I think انا اعتقد the most difficult job يعني اكتر وظيفة صعبة is the farmer هي الفلاح he works هو يعمل very hard بجد he grows هو يزرع vegetables الخضروات and a اكيد طبعا بيزرع الفروت الفكهة all year طوال العام he looks after هو يعتني ب the trees الاشجار and plants والنباتات he sends هو يرسل a lot of fruit الكثير من الفاكهة to the a بيوديها فين to make orange juice عشان يعملوا عصير برتقال اكيد طبعا هيوديها الفاكتوري المصنع he also هو ايضا a some of his oranges بعض من البرتقال بتاعه in the supermarket في السوبر ماركت اكيد طبعا sales بيبيع بعض من البرتقال بتاعه في السوبر ماركت طيب تعالوا نشوف سؤال الماتش number one horses الاحصنة are تكون faster than اسرع من camels الجمال tomatoes الطماطم have عندها seeds بذور inside بالداخل an emperor الامبراطور is someone هو شخص ما هو بيعمل اي طروها rules بيحكم an empire الامبراطورية number four i help my mom انا بساعد ممتي organize the kitchen في تنظيم المطبخ طيب السؤال الخامس بيقول لي read the text and answer the questions قبل ما نبدأ في قرية التاكست اوعد تكون نسيت تدوس على like يلا تدوس على like بسرعة وتعالا نقرأ التاكست مع بعض بيقول لي my brother اخويا ماجد is interested in مهتم بي flowers الظهور he is doing research هو بيعمل بحث about the life cycle of a sunflower دورة حياة ظهرة عباد الشمس the sunflower is a big yellow flower ظهرة عباد الشمس هي ظهرة كبيرة ولونها أصفر first أولا we plant the sunflower seed بنزرع البزرة بتاعة ظهرة عباد الشمس in soil في الطربة we put it نحن نضعها بنحطها يعني in sunlight في ضوء الشمس and water it وبنسقيها next بعد كده the seed البزرة germinates بتنبت and it starts and it starts وتبدأ to grow roots في إنتاج الجذور under the soil تحت الطربة after that وبعد ذلك the shoot النبت grows تنمو above the soil فوق الطربة it grows leaves يعني بتبدأ إن هي تطلع أوراق شبر it gets taller وتصبح أطول after about four months وبعد حوالي أربع شهور the sunflower opens and faces the sun ظهرة عباد الشمس تتفتح وتواجه الشمس finally وأخيرا the sunflower dies ظهرة عباد الشمس بتموت and drops وتسقط its seeds البذور بتاعتها the process العملية begins again يعني بتبدأ مرة تانية أول سؤال بيقول لي إيه this text is about the life cycle of الفقرة دي أو النص ده بيتكلم عن دورة حياة إيه the tomatoes الطماطم the rice the rose ولا the roses اللي هي الورود الحمرى ولا the sunflowers أكيد طبعا the sunflowers number two the seed إيه and it starts to grow under the soil هنقولي البذر إيه drops بتسقط ولا dies بتموت ولا falls تقع ولا germinates بتنبت and it starts to grow وبتبدأ إن هي تقبر under the soil أكيد طبعا germinates تنبت أي حتى يولدها تلاقوها فوق أي بصوا أي the seed germinates and it starts to grow roots under the soil number three بيقولي what does the sunflower need قلتلكم قبل كده أكتر من مرة لازم تترجم السؤال صح يعني ظهرة عبات الشمس بتحتاج إيه what ما أو ماذا بتحتاج إيه فقلت it needs بتحتاج sunlight ضوء الشمس and water ومية زيها زي أي نبات number four what happens ماذا يحدث after four months بعد أربع شهور كلمة after يا أولاد معناها بعد بعد أربع شهور to the sunflower لظهرة عبات الشمس إيه اللي بيحصل لها آهي مكتوبة عندك بالنص after four months the sunflower opens and faces the sun سؤال الريوردر الترتيب بيقول لي ابدأ بكلمة mechanics الميكانيكس أو الميكانيكيين بيعملوا إيه fix بيصلحوا cars السيارات number two أحمد ضوّر على الفعل آهو lives يعيش بيعيش فين in هرجادة في الغردقة number three what ما أو ماذا ضوّر على الفعل المساعد آهو do بعد الفعل المساعد ضوّر على الفاعل آهو you وبعد كده ضوّر على الفعل I want وآخر حاجة خالص to be يبقى what do you want to be ماذا تريد أن تكون آخر سؤال معايا يا أولاد في الفيديو بتاع النهاردة سؤال punctuate طبعا ال H هتبقى capital لأن أول حرف في الجملة لازم يبقى capital letter وآخر الجملة هنحط علامة استفهام question mark لأن ده سؤال بادئ be how بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم منه أشوفكم على خير في فيديو جديد سلام عليكم